السلام عليكم ازايكم يا شباب يا رب تكونوا كلكم بخير شباب اقول يا سانوي هنتكلم على هومورك يونت فايف في شابتر وان اللي هو بيتكلم برضو على فكرة اللي احنا لسه دخلناها في يونت فايف اول حصة هي اهم حصة عشان تعرف تشتغل معاي في باقي الحصة فانت لازم تكون فاهم الهومورك ولازم تكون فاهم الحصة كويس جدا طبعا الحصة بتنزل على الويب سايت عشان الناس اللي بتسأل بتقدر توصل الويب سايت من خلال الديسكريبشن تمام يعني الشرح نفسه بيكون موجود على الويب سايت احنا هنا بنحل بس تعالى نبدأ انا وانت اول سؤال كده مع بعض وراجل هنا بيقول لي عايز يعرف عدد النيوترونز وعدد البروتونز طبعا مستر عدد البروتونز هو الاتوميك نمبر الاتوميك نمبر هو الرقم اللي بيكون مكتوب تحتي فالرقم اللي موجود فوقنا وانت اتفقنا لو انا الالمنت بتاعي عنده رقمين فالرقم الصغير يا مستر بيكون اتوميك نمبر والرقم الكبير يا مستر بيكون اتوميك ماس طيب خليني اقول لك ان الاتوميك نمبر هو عدد البروتونز اللي هو الزد طيب والاتوميك ماس طبعا رمزه ايه وخلي بالك ساعتنو الاتوميك ماس وماس نمبر طيب لو حضرتك فاكر فالاتوميك ماس بيساوي الزد لاصل الان الاتوميك ماس معايا هنا بسيكستي ايكول الزد اللي هي معايا بتوينتي سيفن زائد الان اللي انا محتاجها هوادي التوينتي سيفن اللي احنا التانية بالمينوس تطلع معايا سيرتي سري يبقى النيوترونز بتاعتي بكام بسيرتي سري طب والبروتونز يا مستر البروتونز بتوينتي سبن يبقى البروتونز توينتي سبن توينتي سبن توينتي سبن صح نمبر النيوترونز سيرتي سري سيرتي سري مفيش سيرتي سري تاني يبقى اللي عندهم اتنين صح طبعا سكستي غلط يعني الاجابة الوحيدة اللي تمشي توينتي سبن وسيرتي سري اللي هي الاجابة بي مين في اللي موجودين دول عندهم نفس عدد النيوترونز انا هحل الاجابة الصح وحضرتك هتعمل نفس اللي انا وانت عملناه هنا على كل الاليمنس التانية هتعمل يا مستر هاجي على الاجابة سي وهجيب عدد النيوترونز في الكاربوت يعني انا هجيب النيوترونز لده ولده مستر انا دلوقتي عندي رقمين عند الاليمنت الرقم الكبير بيكون اتوميك ماس والرقم الصغير بيكون اتوميك نمبر اللي هو الزد مستر مفيش اوبشن انه ممكن يكون الرقم الصغير نيترونز مفيش دي اول حاجة احنا واحده شرحناها مع بعض قلنا الكبير ماس والصغير اتوميك نمبر اللي هو الزد يعني فنفس القصة الاتوميك ماس اللي هو الاثناشر بيساوي البروتونز زائد النيوترونز فمن هنا هعدي الناحة التانية فتطلعت النيوترونز بست طيب ده بالنسبة للكربو تعال النحية التانية بالنسبة للنيتروجين الرقم الكبير يا مستر بيكون اتوميك ماس والرقم الصغير يا مستر بيكون اتوميك نمبر اللي هو الزد يبقى كده يا مستر الاتوميك ماس اللي هو سيرتين بيساوي الاتوميك نمبر او نمبر البروتونز زائد النيوترونز هعدي النحية التانية يا مستر السيفن فمن هنا طلعت النيوترونز بكام؟ بسيكس يبقى عدد النيوترونز هنا ستة وعدد النيوترونز هنا ست. هو بيسألني مين اللي اتنين اللي عندهم نفس عدد النيوترونز. اللي هي الاجابة سي. خضرك لو جيت تحسب هنا هتطلع معاك يا مستر بسيفن. وهنا بسيكس. هتيجي تحسب هنا هتطلع معاك بأيت وهنا بسيفن. هتحسب هنا تطلع معاك عدد النيوترونز زيرو. وهنا هتطلع معاك يا مستر بوان. تمام? يبقى ما فيش حد تساوى غير الاجابة الاول اللي هي الاجابة من سي. سؤال بعد كده بيقل لي. in an electrical neutral atom. the charge of proton. the charge of proton is not. the charge of proton is not. اللي بتاعت البروتون هتكون اخبارها ايه? خلينا نكون متفقين ان هو بيقولك ان الاتوم electrical neutral. يعني ايه electrical neutral يا مستر? يعني عدد البروتونز اللي موجود فيها بيساوي عدد الالكترونز. مفيش اوبشن يا مستر ان البروتونز يكون اكبر اوز. لا اه ما احنا عشان تكون electrical neutral يبقى البروتونز بتساوي النيوترونز. دعنا نشوف كده. هو بيقولك the charge of proton is not. هتبقى ايه? هتبقى higher than that of electron هتبقى اعلى من الالكترون? لا يا مستر. مش تبقى اكبر من الالكترون هيكونه متساوي ايه? higher than that of electron تاني? لا برضو. equal that of electron ايوة موافق. هكمل اراءة. ليه? عشان انت هنا قصا غلط فمش اكمل. هنا غلط مش اكمل. فهنا مستر بيقول equal to that of electron. with the same sign? نفس الساين? لا يا مستر معلش? الساين بتاعت البروتونز بوستر انما الساين بتاعت الالكترون نيجاتف يبقى مش نفس الساين لا. الكلام ده غلط. يبقى الاجابة دي كمان غلط. الحتة الاولانية صحة بس الحتة دي غلط. تب شوف دي. equal to that of electron. هتكون زيه بتاعت الالكترون. موافق. but with opposite sign. ايا يا مستر. ايوة. ايوة opposite sign. عشان دي بوستف ودي. نيجاتف. يبقى الاجابة دي هي الاجابة الصحة. the nucleus of element R contains بروتون. فيها بروتونز. تمام? اللي هي بي. what is the number of بروتونز. عايز يعرف عدد البروتونز. وعدد النيوترونز. وعدد الالكترونز. في. ان. ار بوستف اين. يعني ار بوستف اين. صحيح. قالي ار بوستف اين يا مستر. فمعنى كده ان الراجل عليه اشارة بوستف. معنى ان حضراك عليك اشارة بوستف يا مستر. يبقى اللوز لي كام الكترون يا مستر. على حسب اللي تشارج. اللي تشارج اللي عليه كام? واحد يبقى خسر واحد. طب اتنين? يبقى خسر اتنين. طب تلاتة? يبقى خسر تلاتة. طب هي واحد. يبقى معنى كده ان الرجل ده لوز. one elektron. خسر الكترون واحد. طيب. يبقى دلوقتي يا مستر. انا. كاتون. اشارتي ايه? اشارتي بوستف. تمام? وما بقاش يسمي بقى اسمي Οين حلو يعني معنى كده يا مستر ان عدد البوستف اكبر من النقدف طب ليه قالليه ما هو هنه دلوقتي لما جينا نبدأ عندي عشرة بروتون وعشرة الكترونس صح الراجل دلوقتي بقى يعنى حصل لوكسديشن يعني خسر الكترون يعني خسر الكترون يعني بدل ما الالكترونس عشرة بقب بقه تسعة يبقى معنى كده ان البروتونس عشرة والاللكترونس تسعة فمعنى كده يا مستير ان اللي ما بقيتش ايكوال ليه اوان بقى عندي واحدة بوست في زيادة هو مش 10 بوست و 9 نيجاتو فعشان كتير راجل ده اشارته بوستف طب لو حصل العكس لو الراجل عندي 10 و 10 عمل جين الاكترو لو اخد الاكترون في الاكترونز هتبقى 11 والبروتونز هتفضل 10 فالراجل ده بيكون اشارته نيجاتو عشان كده امستر اللي بيحصل لأوكسيديشن بيكون اشارته بوستف عشان الالكترونز بتقلب عشان كده مستر الريدوكشن بيكون اشارته نيجتب عشان الالكترونز بتزيد طيب ودي نوتس حضراك بتكتبها معايا على فكرة فهنا الراجل بيقل لي choose number البروتونز هيكون بيه ايوه الراجل بيقل لي ان هي contains بي بروتونز ده عدد البروتونز طيب مستر هي البروتونز مبتتغيرش لا في حالة الوكسيديشن والريدوكشن البروتونز مبتتغيرش انا خسرت ايه الريدوكشن طيب البروتونز هتفضل زي ما هي يبقى بيه اه البروتونز هتفضل زي ما هي هتفضل زي ما هي طب بي بلاس 1 لا يا مستر البروتونز مش هتتغير طب بي بلاس 1 يا مستر البروتونز مش هتتغير طب بالنسبة للنيوترونز كلهم N عشان انا مش هعرف النيوترونز احسبها فكلهم يمشوا طبعا انا استبعدت اخر ابتين فدي تمشي ودي تمشي تعالا على number الالكترونز هتكون بي ماينس 1 يعني إيه بي ماينس 1 يعني عدد البروتونز نايس واحد هو البروتونز احنا اتف familiنا دلوقتي وعشرة وعشرة صح؟ قلنا عشان حضراءك تبقى نيجاتف يبقى خسرت وان الكترو فلو دول عشرة دول تسعة صح؟ طب يبقى معنى كده ان انا البروتونز كام عشرة عشرة اهو اللي هو البروتونز نقص واحد يبقى كام يبقى عدد الالكترونز تسعة طب هنا البروتونز اللي هي عشرة زائد واحد اللي هي كام حداشرة هو احنا قلنا ان الالكترونز هتكون كام هخسر واحدة نفسر يبقى هتكون تسعة يبقى هخسر واحد يبقى بنقص واحد. يبقى الالكترونز بنقص منها واحد. يبقى معنى كده ان عدد الالكترونز هيكون بروتون ماينوس وان اللي هي الاجابة ايه. مستر هو عشرة وتسعة والكلام ده ده الارقام ده انت جبتها مني. لا انا مجبتهاش. انا بحط ارقام عشان اعرف حل انا وانت. فانا وانت هنا ممكن بقى حضراك تفترض خمسة وعشرين. انت حر. بس المهم ان عدد البروتونز هو بيقول لي ايه. كونتينز بيه بروتون. يعني ده عدد البروتونز. في حالة ان انت تحولت الاين عدد البروتونز ما بيتغيرش. فهيفضل بيه. النيترونز ما عرفهاش بكلهم ان. عشان ما تفرقش معك في الاختيار. انما الالكترونز لو انت بقيت بوسط في خسرت الالكترون. يعني معنى كده ان انت هتبقى بي ماينوس وان اللي هو عشرة نايس واحد. طب انت يا مستر اكون بي زائد وان عدد الالكترون. قال ليه لو انت عملت جين لالكترون فيبقى وحداشر. فكده يا مستر يبقى عشرة زائد واحد تبقى احداشر. يبقى من جاية سا بي بلاس وان. ده في حالة ان انا دلوقتي عملت جين. بس انا هنا عملت لوز. زي اوزت تابل represent some data. about two elements added to the modern periodic table. اتنين elements لسا حطينهم جداد UU. H و UUQ. which of the following doesn't represent correctly these two elements. مين في اللي جاي ده? غلط مش صح. طيب تعال نشوف. الراجل ما اديك عدد البروتونز. وراجل ما اديك عدد النيوكليونز. تمام? النيوكليونز دي اللي هي البروتونز على النيوترونز. فانا من هنا هطلع عدد النيوترونز. عشان تبقى النيوترونز معي. فعشان هطلع النيوترونز مدامي ليه يا مستر? الاي ماينس الزد. صح? مش الاي بتساوي زد بلاس ان. فعشان اجيب الان هوادي الزد بالباينوس. يعني الان هتساوي اي ماينس زد. فلما نقصتهم من بعض يا عمي طلعت معي. one seven five. هجيب النيوترونز عند الراجل ده. اللي هو هقول two hundred ninety two one sixteen. طلعت معينا one hundred seventy six. فعدد النيوترونز عند اليو يو كيو. وعدد النيوترونز عند اليو يو. اتش. طبعا? تعال انبو اسمع بقى. نيوكليوس وفي يو يو اتش اتم. كونتينز one more نيوترونز. زي نامبر اف نيوترونز. ان يو يو كيو. اليو يو اتش. عندها نيوترونز زيادة عن اليو يو كيو. اه مستر النيوترونز هنا one seven six. وهنا one seven five. فمعنى كان نها فيها فعلا one مور نيوترونز. بقى دي صح. بيقول لي بعد كده يو يو كيو تو نيجاتف. تو نيجاتف دي معناها ان هي جين اتنين الكترونز ثانية بقى ثانية. طلع لي عدد الالكترونز. قال لي يا مستر عدد الالكترونز بيسوي عدد البروتونز. مش هنا البروتونز مية واربعتاشر يبقى الالكترونز مية واربعتاشر. طب هنا الالكترونز مية البروتونز مية وستاشر يبقى الالكترونز مية وستاشر. سواني بقى. انت بتقول لي يو يو تو نيجاتف. تمام? يبقى اليو يو كيو تو نيجاتف. يعني ايه تو نيجاتف يا مستر? يعني عملت جين لالكترون. لما هنا طالما اشارتين جين. طب انا عملت جين لكام? على حسب اللي تشارج. اللي تشارج كام? تو. يبقى انا عملت جين لتو. طب هما المفروض كام? مية اربعة عشر. ما هي البروتونز? هي والالكترونز واحد. طب مية اربعة عشر وتاخد عليهم اتنين? يبقى الالكترونز دلوقتي مية وستاشر. يبقى عدد الالكترونز عند الراجل ده مية وستاشر. هي In the same number of electrons present in UUH فيها نفس عدد الالكترون عند ال UUH سوان يا مستر. اتم ها? اتم. يعني العادية اللي هي عملت لس ولا جيه? مش دي ال UUH عندها كم? عندها مية وستاشر يبقى عندها مية وستاشر تب دي مية وستاشر ودي مية وستاشر يبقى اللي اتنين عندهم نفس عدد الالكترون يبقى ال UU2 او UUQ2 فيها مية وستاشر الكترون. اليو يو اتش اتم فيها مية وستاشر. يبقى الكلام ده صح. تعال ان بص هنا. يو يو اتش بوستف ايه. سوان. يعني ايه? يو يو اتش بوستف. بوستف يا مستر يبقى انا عملت لوسدو وان الكترون. حلو. يبقى معنى كده اليو يو اتش ده هيخسر وان الكترون. فالالكترونز بدل ما هم مية وستاشر. فالالكترونز هتكون دلوقتي مية ميا وخمستاشر. دلوقات يبقى ميا وخمستاشر. ليه كذلك عشان هو خسر الكترون الكترون placed in uyuq outer. في نفس عدد ال الكترون اللي عند ato. مش دي ال uyuq atom.итан يعني العمل هذه الاولاجي. ال uyuq atom فيها كام؟ مياه. طب المستر مياه واربعتاشر ودي فيها مياه وخمستاشر المتساويين لا يا مستر ما دي مية واربعة اصر يا مستر مفهومش نفس العالم يبقى الكلام ده غلط وانا بدور على الحاجة الغلط يبقى انا هختار الاجابة سي استنى نتاكد يو يو كيو تو نيجاتف اين يو يو كيو تو نيجاتف احنا لسه جايبينها فيها مية وستاشر كونتين زا سيم نمبر اوف بروتونز ان يو يو كيو بوستف يو يو كيو بوستف يا مستر فهي معناها استنى بس 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 دي elle كلمة اطم وخلي elle كلمة اين معلش يو يو كيو بوست فن ؟ معنى ان انا بوست بيبقى انا خسرت واان الكتروني يبقى فيها عدد الالكترونز دلوقتي يا مستر بقى مية وطلاتاشر بدل ما هي كم مية واربعة عشر حين فكده يا مستر عدد الالكترونز هنا مية وستاشر وهنا مية وطلاتاشر عدد الالكترونز مش متساوب بس انا في السؤال ما بتكلمش على العدد الالكترونز? انا بتكلم على العدد البروتونز. انا باقول كلمة ايه? بروتونز. سؤال يا مستر. هو البروتونز هنا. هي هي البروتونز هنا. قال لي يا مستر معلش كده لما نيجي نتكلم مع بعض. هو الراجل المخترم اللي موجود عندك هنا. والمخترم ايه بقى مستر بعد Vietnam. ده المهم. عمل جن للتنين الالكترون. والرجل ده عمل فالحكاية كلها مع مين؟ مع الالكترونز البروتونز مئة وربعتاشر صح؟ يعمل إلكترونز زادة اتنين بقت مئة وست آشر يعمل إلكترونز قلت واحد بقت مئة وطلحت اشرة فمعنى كده أن عدد البروتونز هيفضل زي ما هو إيه اللي هيغير عدد البروتونز أصلا لسه قيل لك من شوية اللوزين و الجنين ده ما بغيرش برووتونز أنا بغير إلكترونز فبالتالي يا مستر الراجل ده والراجل ده هما الاتنين يو يو كيو فهما الاتنين يا مستر هيكون فيهم نفس عدد البروتونز بغض النظر ان ده 2 وده 1 بوستف اذن اتنين بوستف ونيجاتف هي عدد الكترونز مش عدد بروتونز يبقى الاجابة دي كمان هي اجابة صحيحة يبقى الوحيدة اللي غلط هي الاجابة C عايز عدد النيوكليونز اللي هو البروتونز على النيوترونز مستر البروتونز على النيوترونز لما بنجمعهم بنجيب اتوميك ماس طب انت دلوقتي مديني السيمبل ومديني عند السيمبل رقم كبير ورقم صغير الرقم الكبير يا مستر بيكون اتوميك ماس والرقم الصغير بيكون اتوميك نمبر هو الاتوميك ماس برا عن ايه برا عن البروتونز والنيوترونز والبروتونز والنيوترونز دول اسمهم ايه نيوكليونز يبقى النيوكليونز لما بنجمعهم على بعض او عدد النيوكليونز على بعض بيكون هو الاتوميك ماس فلما اطلب منك عدد النيوكليونز يبقى انا كني بطلب منك الاتوميك ماس اللي هو قدامك بكام باتي فور يبقى ليكام هنا تكون ايتي فور عشان اختار اجابات الايزوتوب دي فرقم واحد او الرور رقم واحد اللي انا بفكر فيها لازم ده انا اكتبها بالطول لازم يكون نفس الايدنتيتي يا مستر والتفانة هي ايه الايدنتيتي اللي هي الزد يبقى عشان نختار كلمة ايزوتوب رقم واحد الحاجة اللي انا بدور عليها ان الحاجة اللي انا هختارها من هنا لازم يكون عندها نفس الزد اللي هو نفس الاتوميك نوم فانا لما بيديني اي المنت ويديني عنده رقمين بقسم الرقمين رقم صغير ورقم كبير الرقم الكبير يا مستر بيكون الماس ورقم صغير يا مستر بيكون الزد فانا الحاجة اللي انا لازم اختارها من هنا لازم يكون عندها نفس الزد فهنا برضو انا هقسمهم رقم كبير A ورقم صغير زد رقم كبير يكون A ورقم صغير يكون زد رقم كبير يكون A ورقم صغير يكون زد وهكذا ده يكون A وده يكون زد عشان اقول يا مستر ان ده ايزوتوب للرجل اللي هنا فلازم اختياري من اللي تشوز يكون الزد بتاعت الراجل ده لازم تكون الزد بتاعته. واحد منه. الزد هنا فالراجل ده مش معايا. الزد هنا فالراجل ده برضو مش معايا. الزد هنا فورتي ناين. الراجل ده كمان مش معايا. انما الزد هنا بكام يا مستر? بفيفتي. والزد ده عندي بكام? بفيفتي. يبقى طالما الزد تساوت يبقى وارد ان احنا نكون ايزوتوب. طب امتى يكون متأكد بقى? يعني امتى بقى دلوقتي يكون متأكد? ابص على الاي? اللي هو الاتوميك ماس. لو متغير تمام. يعني يا مستر لو متغير تمام? يعني لو الاي اللي عند ده غير الاي اللي عند ده يبقى ده ايزوتوب. فالاي اللي عند ده مية وتلاتاشر. يبقى الاي تغيرت يبقى فعلا يا راجل ده ايزوتوب. طب ليه? قال لي عشان سعاية في اللي تشوز عينك بتخدع عكتليني كاتبلك اكس. وان هندرد تولف وفيفتي. فانت اول حاجة ببص عليها الزد. فالزد هنا والزد هنا واحد يا مستر. تمام. يمكن ما معني كان ده ايزوتوب. اصبر. روح بص على الاي. الاي هنا بكام? وان هندرد ت وليه هنا بكام؟ يبقى ده هو ده كما فيش حاجة تغيرت تمام؟ يبقى الاجابة طبعا هتكون الاجابة الاخيرة ومظبوطة بما ان ده مية وتلاتاشر وده مية وتناشر ودي خمسين ودي خمسين دول خمسة ايزوتوبس مختلفين مين اللي لنفس الايليمنت؟ بسهر عشان اقول ان انا وانت لنفس الايليمنت او ايزوتوبس لنفس الايليمنت لسه لازم يكون عندنا نفس الزد طب رقم كبير ورقم صغير الرقم يا مستر الكبير ايه اللي هو في الحالة دي هو الرقم اللي موجود فوق فهو كل الرقم اللي موجود فوق ايه والرقم يا مستر اللي موجود تحت عندهم كلهم هو الزد عشان نقول ان احنا ايزوتوبس لازم يكون عندنا نفس الزد فده بسبعتاشر وده بسبعتاشر تمام ده بثمنتاشر مش معاهم ده بخمسة وتلاتين مش معاهم ده بسبعة وتلاتين مش معاهم يبقى دول يا مستر ينفع يكونوا استنى تأكد يعني روح بص على الاي الاي عند الراجل ده بكام طب والاي عند الراجل ده بكام طب ما هو كده يا مستر الاي تغيرت طالما الاي تغيرت والزد واحدة يبقى دول ايزوتوبس يبقى الايزوتوبس اللي لنفس الالمنت هما واحد واثنين طب دول يا مستر دول مش ايزوتوبس لنفس الالمنت ليه عشان ده 18 وده 35 يبقى ده حاجة وده حاجة مش عشان انا كاتب اكس أنا xd variable حاجة متغيرة طب يا مستر هنا 35 وهنا 37 يبقى ده element وده element تاني ما هو اتفقنا عشان أعرف element اللي عندي فأنا بعرفه من identity اللي هي الزد ففي حال تغير الزد يبقى element تغير لكن هنا الزد ثابتة لكن اللي تغير الاتوميك ماس نيوكليونز خد بالك من حتة دي النيوكليونز دي اللي انا وانت اتفقنا ان هي بتكون الاي تمام والبروتونز دي اللي هي بتكون الزد which is the isotope of the same element mean of the isotopes of some element الـ isotopes of some element تمام السؤال بيقول لي which of the following pair consist of two isotopes for the same metal من الـ isotope لنفس المتال بسرع عشان نقول ان احنا isotopes لازم يكون عندنا نفس الزد بس باختلاف الاي فانا لما جيت بصيت هنا لقيت ان الزد هنا بواحد والزد هنا بواحد فاحنا كده عندنا نفس الزد طب خلي بالك ان احنا اتفقنا النيوكليونز هي الايها يبقى احنا كده isotopes استنى شوف الايه الايه يا مستر هنا بواحد والايه هنا بثلاثة فمعنى كده يا مستر ان احنا isotopes عندنا نفس الزد بس عندنا الايه مختلف فانا وانتا جرينا واختارنا ANW لايه ان احنا في الامتحان السؤال بتركيز. ايه يا مستر التركيز في كده? قال لي انت اختارت اول يجبتين جمه قدامك. بس انت مركزتش ان الاتنين اللي بعدهم ينفعوا برضو. ايه يا مستر? قال لي هو نمبر البروتونز هنا بكام? تلات. نمبر البروتونز هنا بتلات. يبقى احنا الاتنين عندنا نفس الزد. طب سويني. هنا يا مستر الايه بستة. هنا الايه بسبعة. يبقى الايه اختلفت. يبقى اكس و واي ينفع يكونوا ايزوتوبس. طب يا مستر يبقى معنى كده ان اللي تشوز بتاعي في حاجة غلط. عشان هو مش كاتب ايه ان دابليو او مسلا كان حط ديه في حتة وديه في حتة زي ما هو عامل وكتب ايه ان دي بي ار كوريكت. راجل غلطان. قال لي لا راجل مش غلطان. طب ازاي مستر? قال لي عشان هو بيقول في السؤال اوفزا سيم متل. يعني اوفزا سيم متل. يعني حاجة اللي عندك متل. قال ليه طب انا هعرف متل ونم متل من اين? قال لي عشان هو مديك واحد لا يمكن تفكر فيه وموجود في الكتاب. اللي هو مين? اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه بواحد. هو مين اللي الاتوميك نمبر بتاعه بواحد يا مستر? اللي الاتوميك نمبر بتاعه بواحد ده الهايج. والهايجن ده يا مستر? نان متل. يعني الاجابة دي ما تنفعش بسبب ان الراجل اللي عندي هيجن. وانت المفروض تبع عارف اسمائهم. اللي الاتوميك ماس بتاعه بواحد اتفقنا ان هو البرو اللي هو بروتيم. واللي بتلاتة ده اللي هو يبقى مستر دول بيعبره عن الهايدر اللي هو فبالتالي الإجابة وما تنفعش اللي احنا اخترناها إنما الإجابة التانية اللي هي X و Y أكيد هتنفع حتى لو انت مش عارف مين ده وعلى فكرة الراجل ده اللي هو اللي يسي بس انت مش عارف بس ده غلط عشان فأكيد ده اللي هو صح ما انتخن عندك إجابتين محترمة بينهم فأكيد يا مستر اللي هي الإجابة C هي الإجابة الصحة يبقى هي دي إجابة لو تفتكر فين الإيزوتوب في كده مستر اتفقنا إن ده اسمي وده وزني اللي هو الايه اتفقنا إن ده اسمي وده وزني وطبعا طالما الراجل هو اللي جاي وقال لك إن دول إيزوتوبس فمش محتاج انت تعمل تشيك وتدهر على الزد أكيد كده الزد في الحالتين سواء هنا سواء هنا هتكون متساوية تمام؟ فالزد هنا والزد هنا متساوي طب مستر هو إيه اللي بيخلي فيه إيزوتوب؟ عدد النيوترونز إن النيوترونز بتتغير هنا مستر العدد بسيرتي فايف هنا العدد سيرتي سيفن أوزني سيرتي سيفن فمعنى كده إن النيوترونز كانت هنا مثلا برقم أنا مش عارفه بس النيوترونز هنا زادت اتنين طب مستر هو إنت بتقول إيه كلام؟ لأ ما هو هنا هيكون عندنا نفس الزد فإيه اللي بيخلي الإيه تتغير؟ قال لي يا مستر الإيه فاكر لما طلعت لك في نص البورد كيه وكان دونها أحمر حتى فمعنى كده إن النيوترونز لما تغيرت حصل فكرة إيزوتوبس طب دي خمسة وتلاتين ودي سبعة وتلاتين إيه اللي حصل كده؟ اللي حصل أكيد إن انت زودت اتنين نيوترونز ما هو أنا ترامل إيه زادت؟ ما إحنا حتى كتبتلك إيه؟ إيه بتساوي زد بلاس إن قلنا إن ده سابت وده متغير يبقى الراجل ده هو اللي متغير لو ده زد واحد يبقى ده هيزيد واحد طب لو ده زد اتنين زي ما انت شايف كده إن هي بسيرتي فايف بقت سيرتي سفين يبقى معنى كده إن نيوترونز زادت اتنين عشان الزد سابت فأنا بيقول لي إن آآ إت كونتينز نقط أو كونتينينج نقط وان مور نيوترون وان مور إلكترون طيب أول حاجة هو فيه اتنين نيوترونز مش واحد تاني حاجة وان مور إلكترونز مش موافق ليه عشان عدد الإلكترونز مش هيتغير ليه يا مستر مش هيتغير قال ليه عشان عدد البروتونز سابت مش الزد سابتة ها ما هي الزد دي بتعبر عن البروتونز وأنا وإنت بنسرق ونقول إن هي بتعبر عن الإلكترونز يبقى معنى كا يا مستر مفيش حاجة هتتغير في الإلكترونز أو البروتونز وان مور بروتونز مسمح لكش مسمح لكش تغير الزد وتقول لي غلط موافق حتى لو إنت مش عارف تو مور بروتونز لا يا مستر ما سمح لكش ان البروتونز تتغير يبقى حتى راجل كان حنين في السؤال ده وخلاك يبقى عندك هنا حاجة ما ينفعش وحاجة هنا ما ينفعش وحاجة هنا ما ينفعش فانت لو مش عارف فعلا ان الخمسة وتلاتين عشان تكون سبعة وتلاتين هتزود اتنين نيوترونز فانت اختارت دي استبعتها واختارت انك تستبعت دي واختارت انك تستبعت دي يبقى اكيد الاجابة الصحة هتكون الاجابة سي وانا وانت عارفتنا اتنين نيوترونز زياد واحدة مش اكيد اتنين زا ريليشن بتوين ده نمبر اف نيوترونز ان ذات اف بروتون ان ترايتيام نيوكليوس او نيوكليوس فهم كلهم كان عندهم بروتون واحد بس الفكرة ان كان للايه بتاعها بسري فعشان للايه بسري فانا وانت حطينا هنا وهنا نيوترونز طب اما لديوترين قال لي ديوترين يا مستر كان عنده برضو واحدة بروتون بس طالما ديو يبقى الايه بتاعته باتنين فحطينا مع البروتون واحدة نيوترون طب البرو البرو يا مستر معناها ان الاتوميك ما اسبه واحد يبقى هو عنده واحدة بروتون ومعندوش حاجة تام هو راجل بيتكلم على التراي فالترايتيام ايه اخبار النيوترونز للبروتونز قال لي تعلمه number of neutrons equal number of protons لا هو عدد النيوترونز double عدد البروتونز غلط number of neutrons half of protons غلط number of neutrons double protons صح number of neutrons four times البروتونز غلط يبقى number of neutrons double protons خلي بالك ان دي نوت عندي وعندك في الكتاب فاحنا برضو عارفينها which of the following figure the tritium isotope انا وانت لسه رف مينه مين في دول هو tritium tritium عنده واحدة بروتون واثنين نيوترون غلط غلط تمشي تمشي واحدة بروتون واحدة بروتون اتنين نيوترون اتنين نيوترون طبعا مستر ايه اللي يخليني يختار COD اللي اكيد ما هو خلاص اللابي ببقى مش جوه اللابي دلوقتي هيكون برا هنا عندي كاميل اتنين وهنا عندي كام واحد طب معلش هو مستر مش المفروض عدد البروتون بيساوي عدد الالكترون صح طب هنا عدد البروتون بكام بوحد والالكترون باتنين الكلام ده غلط مش صح طب هنا عدد البروتون واحد والالكترون واحد يبقى معنى كده ان الاجابة هتكون الاجابة دي which of the following choice represent two isotopes of one element مين ولي جاي dive يمثل ايزوتوبس. ايزوتوبس يبقى لازم يكون عندنا نفس الزد اللي هو البروتونز. هنا البروتونز تلاتة. هنا البروتونز تلاتة. هنا البروتونز تلاتة. طب هنا البروتونز اتنين. برا اللعبة. طيب. لازم يا مستر عشان يكونوا ايزوتوبس. بتكون الاي مختلف هوا مش مديني الاي قال لي بس هوا مديني بروتونز ونيوترونز. فاجمعهم تلاتة واربعة سبعة. تلاتة وتلاتة ستة. تلاتة وتلاتة ستة. تمام? يبقى الناس دي او اتنين وتلاتة لا يمكن يكونوا ايزوتوبس البعض ليه مستر قال لي عشان اتنين عنده تلاتة بروتون وتلاتة عنده تلاتة بروتون فعدد البروتونز متساوي مش بس كده ده الاتوميك ماس هنا بستة والاتوميك ماس هنا بستة فمعنى كده ان ده وده هم يعتبروا حاجة واحدة بس لمحت ان فيه اختلاف ايه الاختلاف ان عدد الالكترونز اللي هنا اربعة انما عدد الالكترونز اللي هنا تلاتة فلما يكون عدد الالكترونز اربعة مستر البروتونز عندي كان بثلاثة ماينفعش يا مستر ان عدد الالكترونز يكون زيادة عن البروتونز كده احنا ما بنتكلمش في اتوم كده احنا بنتكلم في اين يعني اما تبقى بوسط فيا نيجاتف ماهو طالما البروتونز والالكترونز مش متساويين يبقى انت عملت يا لوسط يا جين هنا انت عملت جين فانت نيجاتف فانت كده ماينفعش تدخل في فكرة الايزوتوبس اصلا فده وده هم مش نفس الحاجة ده وده عندهم نفس البروتونز ونفس الماس موافق بس ده عنده إلكترون رابع فده زيادة عن الراجل ده فما ينفعش أصلاً إن عدد الإلكترونز يكون أكتر من عدد البروتون فده مش هيكون آيزوتون طب تعالوا نبص على واحد واتنين واحد وثلاث واحد عنده تلاتة بروتون وتلاتة عنده تلاتة بروتون الراجل اللي عنده الماس بتاعه سبعة الراجل اللي الماس عنده ستة حلو يبقى نفس الزت بس باختلاف الايه ينفع استنى بقى تأكد في الالكترون هنا تلاتة بروتون تلاتة اليكترون تمشي تمشي هنا تلاتة بروتون تلاتة اليكترون تمشي يبقى كل حاجة مستر تخليني اقول ان واحد وثلاثة هم ايزوتوب لبعض يبقى الاجابة هنا تكون الاجابة بيه نسأل بعده بيهل لي زا ايزوتوب لازم نشوف الزد الاول فالزد هو البروتون فانا عندي هنا اتنين بروتون يبقى الزد هنا بتساوي اتنين فادعالا نروح نشوف الزد عند الناس كلها الزد هنا باتنين تمشي الزد هنا بثلاثة ما ينفعش الزد هنا بثلاثة ما ينفعش الزد هنا بتلاثة ما ينفعش الزد اللي هو عدد البروتون لازم الزد عند الراجل والايزوتوب بتاعها تكون متساوي فهنا الزد بتلاثة وبثلاثة وبثلاثة فهم ما ينفعوش هنا الزد بكام باتنين تمشي طيب بعد ما تجيب الزد هتلماس الراجل ده يا مستر عدد البروتون على النيوترون اللي هو الماس اربعة هنا يا مستر عدد البروتون على النيوترون كام بتلاثة يبقى ايه والله يا مستر احنا عندنا نفس الزد بس الايه مختلف يبقى معنى كده ان احنا الاتنين ينفع نكون ايزوتوبس تبقى الاجابة بتاعتها الاجابة ايه ليه الايزوتوبس هيكون عندهم نفس الكميكال انهم كيميكال بتعتمد على ايه بتعتمد على عدد الالكترون فمعنى ان هما مستر كلهم ايزوتوبس فهم لازم يكون عندهم الالكترون لا مستر انت بتقول ايزوتوبس يبقى عندهم نفس الاتوميك نمبر طب اللي هو الزد طب هو الاتوميك نمبر ده مش هو عدد البروتونز والالكترونز يبقى لما يبقى الاف اي البروتونز بتاعته 26 يبقى معنى كده ان الراجل ده طالما هو الايزوتوبس يبقى كلهم مكتوب تحتهم 26 يعني هما عندهم نفس البروتونز طالما نفس البروتونز يبقى مستر نفس الالكترونز طبعا ما عندنا كلنا نفس الالكترونز يبقى كلنا عندنا نفس الكيميكال وساعاتها انا حتى كان الكاربن ومتجاه كاتب لك ايه كلهم نفس كلهم نفس الكيميكال يبقى لأ هم أصلا الماس نومبر متغير ما هو 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 الماس نومبر ما هو مسترع عشان أصلا يكون فيه لازم النيوترونز تتغير طبعا معنا كانت دي كمان غلط زي سيم نومبروف إلكترونز ايوه يا مستر انزالاست انجي ليفك ايوه هو اذكره حتى لو انت كنت ناسي فانا ما ينفعش اقول ان الايزوتوبس عندهم نفس الماس نومبر عشان هي فكرة الايزوتوبس نفس الاتوميك نومبر بس باختلاف الماس نومبر فدي غلط نفس النامبروف نيوكلينز ما كلمة نومبروف نيوكلينز هي الماس نومبر نفس عدد النيوترونز ما هو يا مستر الاتوميك ماس بيتغير عشان النيوترونز بتتغير يبقى isotopes يعني neutrons بتتغير مش سبت يبقى الثلاثة دول غلط يبقى الوحيدة اللي صح هيدي عايز احسب الاتوميك ماس بتاع الكلورين نستر احنا لو نفتكر مع بعض الاتوميك ماس كان بيساوي m1 b1 زائد m2 b2 صح؟ الماس الاولاني في ال% بتاعته زائد الماس التناني في ال% بتاعته خلاص اكتب انت مش لازم اختار وخلاص انت الماس الاولاني اللي هو الرجل ده ب34.97 time is ال% بتاعته اللي هي 75.76 اهم عتنسى زائد الماس التاني اللي هو 36.97 بتاعته اللي هي بتوينتي فور بوينتوينتي فور اوور وان هندرد. تمام? طيب الراجل بكل الشيكة جاي وكاتب هنا سيرتي فور بوينت ناين سيفن في سيفنتي فايف بوينت سيفن سيفن طيب انت كاتب برده كده سيرتي فور بوينت ناين سيفن تايم سيفن بوينت سيفن بس انت قسم على صح? الراجل هنا مش اسمها على وان هندرد. وانا قلت لكم ما بنعوضش بالنسبة على طول لازم نقسمها على وان هندرد. يبقى الاجابة ايه غلط? عشان هو معي معوض بالبيرسنت من غير مائس. طب تعالي هنا. سيرتي فور بوينت نين سيفن. صح. طيب زيرو بوينتو فور تو فور. ايه زيرو بوينت دي? معناها انها اسم كده على وان هندرد. قال لي طيب هو الرقم ده لما يتقسم على هايبقى كام? هيبقى زيرو بوينت سيفن فايف سيفن سكس. طب وده لما يتقسم على هيكون زيرو بوينتو فور تو فور. اخد بالك ان هو ضرب الماس الاولاني. بس في البرسنت التانية. يعني هو ضرب الماس ده اللي هو سيرتي فور بس ضربه في البرسنت اللي تحت. فالكلام ده برضه مستر غلط. طب بص هنا زيرو بوينت سيفن فايف سيفن سكس. هي دي لما بتتسمع على 100 هتكون كام? صح. يبقى الحتة دي صح. زائت سيرتي سيكس بوين ناين سيفن. سيرتي سيكس بوين ناين سيفن. طايمز البرسن دي بكام? زيرو بوين تو فور تو. طايمز زيرو بوين تو فور. صح. يبقى دي كمان صح. يبقى معنا كارنة دي صح. طب دي يا مستر غلط ليه? عشان ضارب الماس الاولاني في البرسنت التانية. حتى كمان من غير ما يسمعها على 100. يبقى دي كمان غلط يبقى الوحيدة اللي صح هي السي. السؤال بعدك بيقول لي. عندي لما حضرهاك تجيب هايجين فالهايجين بيبقى عبارة عن تو ايزوتوب. اللي هو اتش واحد واحد. اندي اتش اتنين واحد. زي السامبل كمبينز وز اكسجين ايزوتوب اللي هو او ايتيين. او او سيكستين ازلي. تو فور موتر. ويتشوف زا فولوين شو ذا اكسبيكتد ريليتف ملوكيل ارماس وفوتر. لما الناس دي تتفعل مع المية تتخيل المية هيكون وزنها كم? قال لي والله همستر هي المية بتتكون اتش تو او. يعني اتنين اتش واحدة او بالمنظر ده. فانت دلوقتي باعتبار ان انت مش هتبقى شايف الراجل ده. انت هتبقى شايف الراجل ده. طيب. الراجل ده اتش واحد واحد. انا عايز الماس بس. فمعنى كده ان ده بواحد. وده بواحد. والاو الماس بتاعها بكام بسكستين. هو حتى انفنتها لك هنا هو. يعني اقل لك اتش واحد واحد ان دي الماس واحد. ودي كده الماس اتنين. ودي كده الماس ستاشر. ما انا مش محتاج يعني. ما الرقم الكبير ماس والرقم الصغير يعتبر اتوميك نمر. هنا مفيش كبير وصغير يبقى اي واحد مش فرقة. والحوار ده بيحصل مع الهايجرون بس يعني. فهنا كده الماس بتاع المية هيطلع سكستين بلاس وون بلاس وون يا مستر. فتطلع الماس بتاع الوطر اي تي. نفترض ان انت مش شايف ده. وشايف ده. يعني الاتش اللي عندك. تعال انا نكتب تحت. بتو وبتو والقب سكستين. فمعنى كامستر ان تو بلاس تو فور بلاس سكستين طلعت معي بتوينتي. يعني الماس يطلع بتوينتي. طب نفترض الميا يا مستر اللي كانت عندي كانت عاملة مكس بين اللي اتنين. يعني ايه? يعني الميا اللي كانت عندي كانت اغدى اتش من ام واحد وكانت اغدى اتش من ام اتنين. والميا بكام? والاو بكام بسكستين. فمستر معناها سكستين بلاس وون سيفنتين سيفنتين بلاس تو تطلع معايا ناينتي. يبقى في حالة وجود يا مستر تو ايزوتوب هيتفعلوا مع الميا. فوارد وارد ان يكون ايزوتوب واحد هو اللي ياخد الاو. فيطلع مثلا الميا باتين. او الايزوتوب اللي هو باتنين ياخد الاو. فيطلع مثلا ماية بعشرين او ان الاو تاخد واحدة من واحد واحدة من اتنين فيطلع مثلا ماية ناينتين وما فيش اي تاني او ما فيش اي احتمال تاني ممكن يحصل انا خدت كل واحد لوحده بعد كي اخدت الاتنين مع بعض فالمية ممكن تطلع بتسعتاشر او بعشرين او بتمنتاشر اللي هي الاجابة الاخيرة اللي هي الاجابة دي سؤال بقيا شعب يقول لي اتفقنا ان انا كده المفروض الماث سكستي ناين صح بس اتفقنا طالما هو بيقول لك ان الاتوميك ماس بالرقم ده فانت عاوض بالرقم اللي هم الدهولة تمام؟ يعني ما تعاوضش بسكستي ناين هو عايزك تعاوض بسكستي اتمنعنا يا سيدي حاضر هنا ماشي يا سيدي اوكي لكن هو بيقول لك عاوض بسيبنتي بوينت ناينتو اوكي ومديك كمان عايز يحسب الاتوميك ماس اتفقنا ان الاتوميك ماس بيساوي ام واحد ام واحد معي يا مستر عاوض بالرقم اللي هم الدهوني سكستي ايت بوينت ناينتي سري بي واحد اللي هي البرسنت الاولانية اللي هي سكستي بوينت الفن بس هاسم اناو انت على زائد ام اتنين اللي هو الماس التاني هو مش عايزنا عاوض بسيبنتي وانا عايزنا عاوض بسيبنتي بوينت ناينتو عاضر تايمز البرسنت بتاعتي اللي سيرتي ناين بوينت ناينتي ايت اوور وان هندرد هتحط الكلام ده على الكالكوليتور ودو سيكوال هتلاقيها طلعت سيكستي ناين بوينت سيبنتو مسألة بتاعت الريلاتيف ماس دي مش مسألة صعبة اصلة نفس الحكاية هنا عايزني assist by the following نفس الفكرة بالزبط فالعطوميك ماس هيساوي ام واحد بي واحد زائد ام اتنين بي اتنين بس هنا انا عندي واحد تالتي يبقى زائد ام تلاتة بي تلاتة تمام هتجمعهم على بعض وتدوس ايكوال هتطلعي الاجابة اللي هي هتطلع معاك بتوينتي فور بوينت سري هندرد ناين عندي بس نوت مهم ان هنا الريلاتيف اتوميك ماس هو متدهولك متعوضش عن الام جي بتوينتي فور عوض بالمس اللي هو قيله متعوضش عن الام جي بتوينتي فايف عوض باللي هو قيله متعوضش عن الام عوض باللي هو ايله. والرجل مشكورا مديني النسب. بس هو عوض بالنسب بتقسم على 100. تمام? بعد كيه بيقول لي هو هنا مديني الاتوميك ماس بتاع الكوبر. صريح. انهي واحد من دول يعبر عن الكوبر بالاتوميك ماس بتاعته. ولا يا مصر المفروض عشان احل السؤال ده. بما يردي له. احضرك تروح لكل واحد فيه وتحسب البرسنت بتاع او تحسب له الاتوميك ماس. واللي الاتوميك ماس بتاع ويطلع زي الرقم ده بقى اول اجابة. خليني بس اقول لك ان الاجابة ايه هي مستبعدة تماما. ليه? عشان هو مفيش ايزوتوب. هو هنا ما بين سكستي سري و سكستي فور يعني مسلا سكستي سري بوينت مسلا فايف تمام? طيب. وهو مفيش ايزوتوبس. ليه يا مستير؟ هو عندك حاجة واحدة بس. فطالما انت عندك حاجة واحدة بس يا مستير. الراجل بيقولك اهو اهو الراجل بيقولك عنده ايزوتوبس؟ يعني عنده اكتر من واحد فهو كاما عندهش اكتر منواحد وهكده عنده واحد يبقى معنا كان الاجابة دي غلط ممكن تكون الاجابة دي بالزبط 63.6 بس هنستر ده واحد فبيقول ايزوتوبس فيه كذا واحد هنا فيه كذا واحد هنحسب هنا فيه كذا واحد نحسب فانا هحسب C الاتوميك ماس بتاع الراجل هو مديك الاتوميك ماس هنا بسكستي سري البرسنت بتاعته الليه 69 بس ايه الكلام ده زائد الراجل التاني الماس بتاعه بسكستي فايف تايمز سيرتي ون انا ساعات بعمل كده نجمع يعني بالسعات بلاش لما حط دول على الكالكوليتور اللي هي طلعت بسكستي سري بوينت سري فمعنى كده ان الاجابة هي دي اللي بتعبر عن الايزوتوبس بتاعت الكبر بالبرسنت بتاعته يبقى انا عندي كبر سكستي سري وكبر سكستي فايف والبرسنت سكستي ناين وسيرتي ون لما انت تحسب دول المفروض بقيتقول سكستي تو تايمز سفنتين زائد سكستي سري تايمز سيرتي سري اوفر ون هندرد زائد سكستي سايف تايمز فيفتي اوفر ان هندرد تجمعت تلاتة مش هتلاقيهم اتلاقيهم طلاو بنفس الركب نفس الحكاية بقى هنا واحد اتنين تلاتة اربعة تجمع عن الاربع دول على بعض مش هتلاقيهم بنفس الركب والاجابة ايه اتفقنا ان هي غلط عشان دي مافقاش ايزوتوبس مافقاش غير واحد تمام؟ السؤال اللي بعد كده شوية بيقول لي عام 1954 لما ضربوا كمبيلة ناجازاكي اللي هي الكمبيلة النووية بيقول لك الانرجي اللي طلعت من الكمبيلة دي كانت قيمتها عايز يحسب الماس اللي المفروض يطلب كمية الانرجي دي فقال ليه مستر ايه المشكلة يعني الماس عشان احسيبه فانا بلجأ الاينشتاين بيساوي عندي احتمالين يا ناين هندرد سيرتيون يا اما سي سكوير تعايز ايه انت معك الانرجي بايه انا معي الانرجي يا مستر بالجول يعني انا كان انت هتستعمل القانون الاولين اللي هو الانرجي هو الراجل مشكورا مدهاني بايه ايت تايمز تين باورو سيرتين هتساوي الام تايمز السي سكوير اللي هي سري تايمز تين باورو ايت باورو خلي بالك ان الماس بيطلع من هنا بالكيلو جرام هوادي السي النحية التانية بالدفايدد فالماس تلقى معي هنا مستر بناين بوينت سري تايمز تين باورو نيجاتيب فور بس خلي بالك ان الماس ده بالكيلو جرام انا عايز الاجابة بالايه بالجرام طب عشان حاول من الكيلو جرام للجرام فامدعمل تايمز تين باورو سري فلما اعمل تايمز تين باورو سري هتطلع معي زيرو بوينت ناين تسري جرام اللي هي الاجابة سي يبقى طلعت معي زيرو بوينت ناين تسري جرام والله يا مستر بيقولك اتنين مليون الالكترون فولت هتساوي اتنين اللي ما تحول يعني انا وانت عارفين عشان نحول اعتبر ان الرقم ده مش موجود حول عشان حول يبقى طب هو كاتب غلط مفروض تبقى تعال هنا. عشان احول الالكترون فولت للجول. لو تفتكر عشان احول اتنين الالكترون فولت الجول. كنا بدعمل تايمز وان بوين سيكس. تايمز تايم باورف نيجاتيف ناين تين. هل ده هو ده? قال لي يا مستر حط الرقم ده على الكالكوليتور ودوس ايكول. حط الرقم ده على الكالكوليتور ودوس ايكول. لو الرقمين زي بعض تبقى صح. بس هم مش زي بعض. فيبقى يا مستر الاجابة دي كمان غلط. طب تعال هنا. عايز تحول من المليون الالكترون فولت للجول. ملكش رعب الرقم. خد دي. عشان احول يا مستر تو مليون الالكترون فولت جول. كنا بنعمل تايمز وان بوين سيكس. تايمز تايم باورف نيجاتيف سيكستين. حط دي على الكالكوليتور ودوس ايكول. واكتب الرقم. حط دي اللي هو كاتبها لك هنا على الكالكوليتور ودوس ايكول. هتلاقي ان الاتنين مش نفس الرقم. يبقى ليجابة غلط. طب تعال على الاخيرة بقى. عايز يحول يا مستر اتنين من المليون الالتترون فولت للجول كنا بنعمل إيه كنا بنعمل تايمز تايمBER오ف نيجاتيف One point six times ten power of N-19. فاتو تايمز One point six times 10 power of Ne-19. دوس ايكول. وهط الراكم دها كالكليتور ودوس ايكول. هتلاقي ان الرقم ده. والراكم ده تساوي بل ايجابة دي صح. عارفة عمالتين? تو TAIM I point six? فهي Я sere Point two. ف ها كتبها لك ten power of Negative 19. اللي هيا دي هي هي دي. مش 2 times 1.6 بال3.2 فهو كتب 3.2 ما كتبهاش 2 times 1.6 عشان يل اغبطت وانا ما علي. يل اغبطني ليه؟ انا هطلع ده على الكالكوليتور وهطلع ده على الكالكوليتور لو تساوي هو ونفس القصة فيهم كلهم. مفيش حد هيتساغر الاجابة الاخيرة اللي هي الاجابة دي. What is the amount of energy released when 0.0023U of platinum is transformed in MEV. عايز يحسب الانرجي بالMEV طب ايه مشكلة. مستر الانرجي بالMEV بتساوي الماس times 931 بس الماس لازم يكون بليو هو مدين يا مستر الماس بليو مشكور خلاص يا مستر يبقى الانرجي هتساوي الماس معي 0.00234 times 931 دوس ايكوال على الكالكوليتور هتطلع معاك الاجابة الاولانية وخلي بالك ان الانرجي من هنا بتطلع بالMEV يعني هتطلع مزبوطة مش محتاجة تحويك السؤال اللي بعده بيقلي what are the result of similarity of the isotopes of the same element and the number of electrons which revolve around the nucleus of the atom of each isotopes بيقلك ايه اللي هيخلي ان الايزوتوبس او ايه هو الناتج من تشهابه عدد الالكترونس اللي بتلف حوالين يعني اوام الاخر بكده بيقولك لما يكون عندك اتنين الاتنين ايزوتوبس اللي موجودين عندك هيكون عندهم نفس عدد الالكترونس اللي بتلف حوالين ده هيأثر على ايه؟ ده أثر على حاجة واحدة مستوى ان الـ هتبقى نفس الـ يعني هنقول له اللي هي بكل بساطة بعد كده عايز يكتب السيمبل بتاع اللي جاي عشان انا وانت نكتب السيمبل فاحنا بنكتبه لو ده اكس مسلا فاحنا بنكتبه اللي هو قلتلك عاملة زي الايه؟ اللي هو ازد ان هو يجيبه في الامتحان برقمين هو حر لكن هو يطلب مني ان انا اكتبه فانا لازم اكتب حوالي التلات ارقام اللي هو ايه زد ان بنفس الترتيبة ماشي طب انا هنا معايا الايه والزد عايز اجيب الان ما تناقصهم يا سيدي اناقصهم من بعض يا مستر لما نناقص انا وانت الاتنين دول من بعض تطلع معانا بسيرتي سكس النيوترون خلاص يا مستر يبقى هكتب اكس الاي سكستي فايف والزد تونتي ناين والان انا حسبتها بسيرتي سكس عايز اكتب واي انا معايا الان ومعايا الزد بس يا مستر اجيب اجيب أولل ايه اجيب اعمال ابتوم اكماس مجموع الاتنين لما اجمع الاتنين على بعض تطلع واغتب houses فríaكتب واي واكتب الايه بفورتي埋 واكتب زد تونتي واكتب يا مستر الان بتونتي فايف طب عايز اجيب ننديني الاي والانة بس بالمشتب يتديني الزد على طول يا مستر. الزد هنا بسيرتي سيكس سيرتي سيكس. فمستر لما اجي اكتب المنت زد هكتب الايه ايتي فور. اكتب الزد سيرتي سيكس. واكتب الان اللي هي فورتي ايت. بس كده المعظم مش محتاج فقاكة ايه? زي اوبا زد فيجر ده بيشعر على الهايجين ايزوتوب. مين الايزوتوب بتاع الهايجين اللي عنده بروتون واحد? بروتون واحد مستر ده البرو ده اللي هو بروتي يبقى what is the name of this iso top? اسم النيوكليوس اللي عندك النيوكليوس فيها حاجة غير بروتون؟ لا فالنيوكليس الى هنا اسمه بروتون يبقى النيوكليوس اللي قدامي اسمه يا مستر اسمه بروتون. what is the number of nucleions in this isotope? عدد النيوكلييونز. مين النيوكليونز? الحاجات اللي جوا النيوكليواء و مفيش خير حاجة واحدة مستر عدد النيوكليونز واحد. مش عدد النيوكلينز ده الاتوميك ماس الاتوميك ماس هنا بكان بواحد طيب ايه انواعهم؟ قال لي انواعهم ايه هو فيش غير بروتو يبقى انواعه بروتو هل بقى شباب يقول لي ان اتوم ايه هو الرقم اللي مش هيتغير ارقم مين من اللي قدامك مش هتتغير قال لي يا مستر فكرة الاي ستوب فإذا وعندنا نفس الزت بس باختلاف النيوترونز كم النيوترونز بتتغير لكن الزت سابت اللي هي الحداشة خinch apostles زت بيتم يعطي عبر عن البروتونز والالكترونز يابعا انا هاوحده يعتم vaccinations الالي مش هيتغير هو عدد البروتونز والالكترونز عدد البروتونز والالكترونز في الاي سو بيكون ثابت الحاجة اللي بتتغير هي النيوترونز فبتقدي ان الاتوميكماس بيتغيب. It's okay. What is the number of nucleons in this isotope? عايز يعرف عدد النيوكلينز. مين النيوكلينز؟ مصر اللي هو الايه يعني؟ عايز يعرف الايه؟ اللي زد و ان. مصر الزد ب 11 والان ب 13. نجمعهم على بعض تطلع ب 24. يبقى النيوكلينز هنا عددهم 24. الاستازين عنده ايزوتوبس كتير. The most important one of them is a stazine 200 and 10. معلش معلش؟ استازين 200 and 10 ده اسمي وده وزني. It's okay. Which has 85 electrons. عنده 85 electrons. ريفولف اراوند ايه نيوكلينز معلش؟ هو مش عدد الالكترونز هو هو عدد البروتونز. يعني يا مصر ال-85 دي هي تمشي الكترون. وفي نفس الوقت تمشي بروتونز. ماشي؟ يعني ايه؟ معنى كلمة ان الاستازين عنده ايزوتوبس. هي وايه الايزوتوبس دي؟ والله يا مصر اقول له this means ان الاستازين عنده too much element have the same atomic number عندهم نفس الاتوميك نمبر but have different atomic mass. يبقى والله يا مصر الاستازين عنده نفس الاتوميك نمبر بس فيه استازين عندهم مختلفة تمام؟ what is the atomic number of استازين؟ عايز يعرف الاتوميك نمبر بتاع مصر الاتوميك نمبر بتاعه هو العدد البروتونز اللي هو الزد طب ما انا مش معايا معايا الكتروز يا عمي قلنا ان الزد هي هي يبقى يا مصر انا الزد هتكون اله هو عدد البروتونز اللي هو الاتوميك نمبر how many بس انا معايز زد بس مش معايا ايه قال لي يا عمي مش ده وزني ما هو وزني ده الايه تمام؟ يبقى مصر الاتو هندرد انتن هتساوي الزد اللي هي ايتي فايف ماينس او زاد النيوترونز هودي دي الناحة التانية بالمينس طلعت معايا يا شباب النيوترونز هنا وان هندرد توينتي فايف يبقى اللي انه طلعت وان هندرد توينتي فايف بيقول لي عايز يكتب السيمبل بتاع الاستازين هو الاستازين اصلا رمزه ايه مستر ايتي يبقى انا هكتب ايتي دي نكتب اي زد ان الايه بتو هندرد تن الزد بأيتي فايف والان وان هندرد توينتي فايف اللي انا هو انت لسه حاسبا سأل بقى كادة هكسب بقى انت هالعب معايا عايز نيوكليس اتنين دي عايز يحسب الماس بتاعها عد بقى البروتونز والنيوترونز اللي موجودين قدامك بقى تعد واحد اتنين تلاتة وبتاع شوف هتطلع معاك بكم هتطلع معاك المفروض بعشرين اه واي ارز نيوكلي واحد ان تلاتة ايزوتوب ليه واحد وثلاتة ايزوتوب مش محتاج انت تتكلم معا دي ايزوتوب اكيد عندنا نفس عدد البروتونز بس هيكون عندنا عدد نيوترونز مختلف بعد بقى انت او شوف هنا كم وهنا كم ايزوتوب 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 لا كتير الصراحة يعني انت اجمعهم وشوف بقى الماس الماس الاولاني 74 في البرسنت الاولانية 0.89 over 100 زائد الماس التاني 76 في البرسنت 9.37 over 100 زائد 77 times 7.6 over 100 زائد 78 times 23.77 over 100 زائد 80 times 49.61 over 100 زائد 82 times 8.73 over 100 equal تطلع معاك بقى بعد كل الليلة والحكاية الطويلة دي هتطلع معاك ب 79.0412U تمام؟ يبقى انت هتجمع بقى الماس الاول percent اولانية ماس 2 percent 2 ماس 3 percent 3 ماس 4 percent 4 ماس 5 percent 5 ماس 6 percent 6 كالكوليت تمام؟ انا وانت حلينا زي المسألة دي بالزبط في الوقت عشان نحسب الانرجي بالجول الماس معاك بجرام هحوله من الجرام للكيلو جرام آآ يبقى احنا حلينا زي المسألة دي بالزبط في الشرح بس بدل عشان احسب الجول فالانرجي في حالة الجول بتساوي م سي سكوير فالماس هنا بيكون بالكيلو جرام فعشان احول الماس من الجرام للكيلو جرام time stamp power of negative 3 هحط هنا 0.2 time stamp power of negative 3 time is C اللي هي 3 time stamp power of 8 سكوير عايز يحسبها بالمي دي في حالة المي دي يا مستر الانرجي بتساوي الماس time is 931 بس هنا الماس بليو عشان احول من الجرام من الجرام لليو يا مستر فانا وانت بنعمل time is 6 يعني هتبقى 2 time is 6.02 time is 10 power of 23 الكلام ده time is 931 بتطلع معايا بالمي دي اول واحدة اللي هي بالجول هتطلع 1.8 times 10 power of 13 اللي بالمي دي هتطلع 1.12 times 10 power of 26 في ناس بعد لما تطلع الانرجي بالجول تحولها المي دي ازاي؟ بتقوم جاية عاملة 1.6 times 10 power of negative 13 صح برضو مش غلط يعني شو قال لبعدو؟ بيقل لي calculate the amount of energy which is produced from transformation of 50% of 10 جرام of radioactive substance عايز يحسب الانرجي اللي هتطلع من substance وزنه 10 جرام بس هوا مش هيحول إلى 10 جرام هو هيحول 50 في المية منهم يعني ايه 50 في المية؟ نص صح؟ يعني هو مش هيحول إلى 10 هو هيحول نصها نصها اللي هو كام؟ هيحول خمسة يعني معنى كده المفروض الماس اللي انا هحسب بيه يكون كام؟ خمسة يبقى انا واترك الموضوع ده انا الماس بتاعي 100 انا يكيد مش هحول الماس بتاعي كل الانرجي انا هدفع جزء بس منه صغير فبالتالي 50% دي معناها ان نص الماس نصه يبقى كام؟ 5 انا وانت اتفقنا ان احنا عشان نعرف نصه بنيجي ونكتب اللي هي الpercent بتاعتنا اللي هي بتقول part over all time is 100 الكلام ده المفروض يساوي 50% الall ده اللي هو total mass معايا بتن الpart ده اللي انا هستعمله في المسألة فهودي الone hundred بالdivided فهتطلع ان الpart هتساوي على الten هتساوي 50 over 100 تلعت بهالف هودي الten بالtimes فمن هنا طلع الpart هتساوي ten over two اللي هي طلعت ب five يبقى الماس اللي انا هشتغل عليه مش هيبقى تن جرام نص التن جرام اللي هو five a جرام وتبقى المسألة دي زي اللي قبلها انا معايا الماس بالجرام عايز احسب الانيرجي بالجول فلازم احاول الجرام لكيلو جرام وتطلع كده الانيرجي بالجول بس هضربها في عشان هحسبها بالمليون الالكترون فلازم اضرب الام بس الام تكون بليو طب هي بالجرام فاقول five times six point two times ten power of twenty three كده انا حولت الماس من جرام ليو او ممكن تحول الانيرجي بالجول للم اي في على طول اللي رايحك عايز احسب الماس اللي هيطلع لما تكون الانيرجي بتساوي كزا طب مصر هوا مديني الانيرجي بالم اي في صح؟ فحالة ان الانيرجي بالم اي في فالانيرجي بتساوي تايمز نين هندرد سيرتيون وهنا دي بليو ودي بالم اي في انا مديك يا سيدي الانيرجي بكامب سيكس بوينت ايت فور وان ناين عايز الماس؟ هوادي نين هندرد سيرتيون بالدفايدد هوادي دي بالدفايدد طلع من هنا مستر الماس معي سيفن بوينت سيرتي فايف طايم ستين باورو سري بليو طايم ماشي يا مستر حالة كده انا عرفت الماس اللي معي خلاص هو عايزه بليو قال لي بس انا عايزه كمان بالجرام فايم مشكلة يعني معرفش حول من اليولي الجرام لا اعرف يا مستر ازاي هعمل سيكس بوينت او تو طايم ستين باورو توينتي سري سيم بوينت ايه سيرتي فايف كده الماس يطلع معايا من هنا الجرام اللي هو هيطلع يا عمي بالزبط نتاكد طايم عشان ايه ما تكون شراكم غلط سيم بوينت س Hashten باورو السيكس بوينت او تو طايم ستين باورو توينتي bịس ن線 الناس اللي بتتفرج من المعاصر فهم ه leisure ان هنا المعاصر بيعمل اتوا اعتقد اه الرقمين دول نفس الحاجة يعني ده. والتايمز هو خلي بالك انه هو بيعمل بس انا بعمل لرقم فهي هي نفس الفكرة يعني. الرقم ده هو هو الرقم التاني بس الرقم ده انا وانت سهل ان احفظه عشان ده عافو جدرز نمبر تمام? كما شباب نكون خلصنا. شوفكم على خير.